من الضروري منح الأولوية لجودة الأشخاص بدلا من التركيز على جودة الأشياء فإن لم يوجد الشخص المتقن لعمله ستفسد الأشياء والأماكن عالية الجودة فالأولوية يجب أن تكون لتنشئة أفراد متقنين ولذلك يجب تطوير الأفكار التي تحص على الإتقان لن تستطيع تنشئة فرد متقن من خلال أفكار رديئة الجودة فجودة الأفكار من الإسلام كما يخبرنا القرآن وليس كما يفهمه أشباه المشركين أو السلفيون فلن تستطيع أن تجد الإتقان في فكرهما فهما يعيشان بشكل شديد البعد عن الإتقان لأنهم يخبرون الفرد أن لا يضحك وأن لا يتحدث ويخبروه بأن يأكل على الأرض وأنه لا يحتاج أن يغسل يديه وعليه أن يلعق أصابعه فتجده يفعل الأفعال غير المهذبة على مائدة الطعام فهذا الشخص لن يستطيع أن ينشئ مبنى أو حمام سباحة متقن الصنع فعندما يذهب الأشخاص غير المتقنين إلى أماكن عالية الجودة تقل جودتها أولا يجب أن يركزوا على فكرة الإتقان فالأفكار الجيدة يلزمها كتب جيدة وأعمال جيدة ومؤلفون جيدون فإذا حاولت أن تدرب الأشخاص على أعمال فاقدة للحب ومليئة بالكراهية لمؤلفين غير متقنين فستنشئ أفرادا متوحشين وسيئين الحياة بدون إتقان مزرية للغاية بل قد تكون حينئذ مرادفة للجحيم فمن الواجب علينا الإصرار على تحقيق الجودة في كل الأمور على سبيل المثال كان الرسول صلى الله عليه وسلم متقنا لعمله للغاية وكذلك كان الصحابة فقد كانوا أشد الناس إتقانا على مر العصور وكان كل ما يتعلق بالرسول إبراهيم متقنا أولا من الضروري تربية النشئ على فكرة الإتقان ثم يجب علينا بعد ذلك أن نحميهم من أن يتأثروا بالأفكار السيئة يجب أن لا ندافع عن تلك الأفكار السيئة وأن لا نتبع من يدافعون عنها الضيف لقد كنت تتحدث عن أهمية هذا الموضوع لسنوات لكن بمجرد نشر مقالك الذي عنوانه وزارة الإتقان تم وضع ذلك الأمر على قائمة أعمال الهيئات الحكومية عدنان أكتار بالطبع يجب أن توجد وزارة للإتقان بأسرع وقت ممكن يجب على الدولة أن تتبنى سياسة عامة للإتقان بداية من الأفكار والأشخاص والمباني والحدائق والتجارة وحتى باقي مجالات الحياة فأمر الإتقان يجب أن يصبح سياسة عامة للدولة قلة الإتقان أمر مثير للإشمئزاز فوجود أمور كاجتماعات غير متقنة ومباني غير متقنة وأزياء غير متقنة تؤذي الروح بينما الإتقان يسعد الإنسان فالإتقان ثروة حقيقية وهو مرادف للجمال أما إذا تعايشت مع عدم الإتقان فستشعر كأنك سقطت في بئر وسيصبح الوضع مزريا للغاية وسيصبح مثيرا للإشمئزازي أكثر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة